اعزائي الطلب والطالبات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدتكم السكرتاريا باللغة العربية النهاردة يا ولادة نكلم الصف الاول التجاري هنكمل حلقاتنا مع بعضينا فاكرين احنا في الحلقات اللي فاتت خدنا ايه ايوة فاكرين مع بعضينا خدنا تعريف السكرتاريا وتعريف السكرتير وانواع السكرتاريا اللي هي كانت ايه ايوة خاصة ومتخصصة وعامة برافو عليكم وخدنا انواع الخاص وخدنا كمان ازاي بنعمل رسالة تجارين باذن الله النهاردة هنكمل حلقاتنا هنتكلم النهاردة عن التلات رسائل اللي هي رسالة الاستفسار ورسالة التسعير ورسالة الطلب هنحل مع بعضينا كتير عليها تمرنات عشان نتقنها نعرف نحلها كويس وازاي نعملها عشان نضمن حلقتنا تكون كويسة وتستفادوا منهم بعد ازنكم بسرعة بسرعة نجيب كراصتنا وقلمنا والقلل حزبة نقعد مع بعضينا قدام الحلقة نكتب بانتباه كل حاجة هنستفاد من الحلقة طيب عندنا اتنين اساسيين في الحلقة اولاد حد اسمه المشتري وحد اسمه البائع هل المشتري والبائع دولة بيرسلوا بعضيهم طبعا المشتري عايز يعرف اسعار بضاعة فبيبعت رسالة للبائع اسمه رسالة الاستفسار اسمه رسالة الايه الاستفسار هيرد عليه البائع برسالة اسمها رسالة التسعير يقول له اسعار البضاعة كذا وكذا وكذا لو عجبت المشتري البضاعة هيبعت له رسالة اسمها رسالة طلب البضاعة وبعد كده هيبعت له البضاعة ومعها الفطورة تعالوا مع بعضينا نعرف المشتري هيبعت للبائع رسالة ايه يبقى اول رسالة هيبعتها المشتري للبائع هي رسالة الاستفسار خلي بالكم من الاسهم ياولاد الاسهم رسالة المشتري بيبعتها للبائع رسالة اسمها رسالة الاستفسار يبقى المشتري اللي هيبعتها البائع ليه؟ عشان يستفسر عن اسعار البضاعة ايوة وشروط الدفع وشروط التسليم برافو عليكم يبقى اول رسالة اسمها رسالة الاستفسار هيرد عليه البائع برسالة خلي بالكم السهم اتقلب ناحيته يبقى مين اللي هيبعت رسالة التسعير البائع للمشتري هو اللي هيبعت رسالة التسعير وهناخد تعريفاتهم دلوقت المشتري بقى هيرد عليه يشوفوا السهم اتغير هيبعت رسالة اسمها رسالة طلب البضاعة لما السعر يعجبه هيبعت له رسالة طلب الايه البضاعة هيروح البائع باعة للمشتري البضاعة ويبعت له معها الايه الفاتورة يبقى خلي بالكم المشتري هيبعت حاكتين. والباقع هيعمل هيبعت حاكتين. خلي بالكم عشان هندي سؤال في اخر الحلقة. تجاوبوه تبعتوه. يبقى المشتري هيبعت للباقع رسالة اسمها رسالة الاستفسار ورسالة طلب البضاعة. طب الباقع هيبعت المشتري ايه? هيبعت له رسالة التسعير وهيبعت له البضاعة ومع الفاتور. تاني اولاد. المشتري هيبعت حاكتين. والباقع هيبعت حاكتين. المشتري هيبعت رسالة اسمها رسالة الاستفسار. وهيبعت لو عجبته بقى الاسعار هيبعت رسالة اسمها طلب البضاعة. يبقى المشتري هيبعت اتنين. استفسار وطلب البضاعة. الباقع هيبعت اتنين برضو. رسالة التسعير هتمقى ردا على الاستفسار. وهيبعت البضاعة ومعها الفاتورة. يبقى ده بيبعت حاكتين وده بيبعت حاكتين. تعالوا بقى نعرف اول رسالة اسمها رسالة الاستفسار يبقى رسالة الايه الاستفسار تعالوا نشوف مع بعضنا تعريف رسالة الاستفسار هي رسالة يرسلها راغب الشراء مين هو راغب الشراء اللي هو المشتري الى البائع يستفسر فيها عن اسعار السلع التي يرغب في شراءها وكذلك شروط الدفع وشروط التسليم نقولها مع بعضنا تاني يا ولاد عشان نطلع من الحلقة حفزنا هي رسالة يرسلها راغب الشراء مين هو راغب الشراء المشتري الى البائع يستفسر فيها عن اسعار السلع التي يرغب في شراءها وكذلك شروط الدفع وشروط التسليم يمكن استبدالها باحد وسائل الاتصالات الحديثة مع بعضنا نفهم يعني ايه رسالة الاستفسار تاني ولاد رسالة الاستفسار انا راجل مشتري والبائع بتاعي في برسعيد عايزة استفسر مثلا عن مواتير عربيات عايزة استفسر عن اسعار العربيات فانا كمشتري هبعت للبائع اللي في برسعيد دوت رسالة اسمها رسالة الاستفسار هقول له فيها ايه لو سمحت من فضلك ابعتلي اسعار البضاعة الاتية واكتب له اسعار البضاعة يبقى دي اسمها رسالة الاستفسار بيرسلها مين لمين المشتري للايه للبائع طيب هل ممكن استغني عن رسالة الاستفسار دي واتصل اعمل تليفون او ابعت رسالة على الايميل او ابعت رسالة على الواطس قال لي اه ممكن تستغني عن رسالة الاستفسار وباي وسيلة تاني وسيلة حديثة ممكن تستفسر عن الاسعار طب يا مستر ايمن هي رسالة الاستفسار دي ليه هسنة قال لي اه افرض احنا اختلفنا على الاسعار اقول له خلي بالك انت كنت باعت لي رسالة اسمها رسالة باعت لك رسالة اسمها رسالة الاستفسار وانت قلت لي الاسعار فيها كذا يبقى رسالة الاستفسار ممكن استغنى عنها باي وسيلة من الوسائل طيب تاني رسالة بقى اسمها رسالة ايه يا مستر ايمن رسالة التسعير تعالوا مع بعضنا بقى نعرف رسالة التسعير تعرفها هي رسالة يرسلها البائع الى راغب الشراء خلي بالكم غيرنا بقى هي رسالة يرسلها البائع الى راغب الشراء المشتري اه رسالة الاستفسار كانت من المشتري للبائع دي هيرسلها البائع على راغب الشراء ردا على رسالة الاستفسار يبقى بيرد على رسالة الاستفسار يغبروا فيها عن الكميات والأصناف وأسعار البضاعة التي يستفسر عنها ويغبره بشروط الدفع وشروط التسليم وهذه الرسالة ملزمة للبائع بما ورد فيها من أسعار خلال مدة معينة قد تزيد عن لا تزيد عن أسبوع حتى لا يتعرض البائع لخسارة عند ارتفاع الأسعار يبقى خلي بالكم يا ولاد يبقى تاني نقولها مع بعضينا يبقى هي الرسالة بيرسلها مين لمين أيوة البائع للمشتري يستفسر فيها عن أسعار البضاعة وكذلك شروط الدفع والاستفسار وإزاي يرد عليه خلال أسبوع خلي بالكم معي في الحتة دي بقى ولد الرسالة التانية اسمها رسالة التسعير هيبعتها مين لمين أيوة برافو عليكم البائع للمشتري برافو هيخبروا فيه بالأسعار البضاعة يقولوا سعر التلاجة كذا سعر التلفزيون كذا ويخبروا بشروط التسليم وشروط الدفع فاكنين شروط التسليم كانوا كام حاجة برافو عليك انت قاعد مركز معي شروط التسليم كانوا أربعة يا إما محل البائع يا محطة البائع يا محل المشتري يا محطة المشتري برافو عليكم ويخبروا فيه كمان بشروط الدفع طب شروط الدفع كانوا كام برافو بنت قاعدة مركزها معي كانوا شروط الدفع تلاتة الدفع نقدم والدفع عند الطلب أيوة والدفع بالآجل برافو عليكم مين اللي هيخبروا بقى البائع هيخبر الايه المشتري يقولوا خلي بالك انا هسلمك في محل المشتري وكمان مثلا شروط الدفع نقدم او عند الطلب او بالآجل هو اللي هيخبره يبقى البائع اللي هيخبر مين المشتري بس خلي بالكم بقى الاسعار دي ملزمة للبائع خلال مدة معينة خلال اسبوع طب ليه عشان ابعت اقول له مثلا التلاجب كان فقال التلاجب خمس تلاف جنيه ما جيش بعد الثلاثة اربعة تشرق له بعاتل التلاجب وخمس تلاف جنيه طب ما ممكن يكون السعر زاد او قل يبقى الاسعار دي ملزمة للبائع خلال مدة معينة المدة دي كام اسبوع عشان البائع ده ما يتعرضش لايه للخسار برافو يبقى انا خدت كام حاجة لحد دلوقتي ايوة قاعدين مركزين معايا شايف بنت بتكتب حلو خالص خدنا رسالة الاستفسار وقلنا بيبعتها المشتري لايه للبائع وخدنا رسالة التسعير هيبعتها مين لمين ايوة البائع لايه للمشتري طيب تعالوا بقى لرسالة طلب الايه البضاع اللي هي امر الشراء يبقى تالت رسالة اسمها رسالة طلب البضاع لها اسم تاني اولاد اسمها امر الشراء عشان ممكن سؤال يجيلي كده اعمل رسالة امر الشراء اقوله ايه رسالة امر الشراء دي انا ما خدتهاش يقول لي لا رسالة امر الشراء هي رسالة طلب البضاع تعرفها هي رسالة يرسلها المشتري للبائع ردا على رسالة الايه التسعير يطلب فيها ارسال البضاع التي احتاجها اليه بالاسعار وشروط الدفع والتسليم الواردة في رسالة التسعير والتي سبق للبائع الالتزام ايه بها تاني مع بعضين رسالة الطلب هي رسالة يرسلها المشتري للبائع ردا على رسالة الايه التسعير يطلب فيها ارسال البضاع التي يحتاج اليها بالاسعار وشروط الدفع والتسليم الواردة في رسالة التسعير والتي سبق للبائع الالتزام بها نفهمها مع بعضين بها تالت رسالة اسمها رسالة طلب الشراء ليها اسم تاني اولاد ايوة امر الشراء اسمها امر الايه الشراء طب رسالة الطلب دي من اللي بيبعتها ممتاز قاعد معي مركز خالص برافو عليك هي الرسالة بيبعتها المشتري للبائع طب ردا على الاستفسار ولا ردا على التسعير برافو ردا على التسعير ايوة هيطلب البضاعة التي سبق الاستفسار عنها واللي جات في رسالة التسعير بالاسعار والشروط اللي قالوا عليها مين البائع وهو ملتزم بيها والبائع ملتزم بيها يبقى خدنا كام رسالة لحد الوقتي تلاتة استفسار طلب البضاعة الاتنين دولة بيبعتهم المشتري والتسعير بيبعتها مين البائع طيب تعالوا مع بعضنا نعمل مثال بقى كده اولاد ونحلوا مع بعضنا كويس جدا خلي بالكم معي بيقول لي ايه في المثال ده بيقول ارسلت محلات الايمان ساكنة فين محلات الايمان دي عنوانها قال لي خمستاشر شارع الحرية المطارية القاهرة يبقى دي محلات الايمان خلي بالكم عشان فيه طلبة بتتلغبط بين البائع والمشتري خلي بالكم معي عشان هشرحها بالتفصيل كده على مهلي خالص بيقول لي يوم خمسة اتنين الفين وتسعة عشر ارسلت محلات الايمان خمستاشر شارع الحرية المطارية القاهرة مديني تليفونها والسندوق البريد وسينته والفاكس بتاعها الى محلات الاسراء ساكنة فين يا محلات الاسراء قالت خمستاشر شارع النصر بالقاهرة ومديني التليفون وصدب يعني صندوق بريد وسينته يعني سجار التجاري والفاكس ورقم الفاكس بتاعها رسالة يستفسر فيها عن ايه بقى عن اسعار وشروط الدفع وشروط التسليم للبضايا القاتية يبقى مين اللي بعتت رسالة الاستفسار ايه اول محلات اللي هي محلات مين الامان برافو عليكم عايز اشتري ايه بقى عايز اشتري تلاتة آلة حزبة كهربائية اربع عمليات وعايز اتنين شاشة عرض واحد وعشرين النوع واثنين تلاجة اتنشر ادم يبقى عايز اشتري اولاد تلاتة آلة حزبة واثنين شاشة عرض واثنين تلاجة طيب في عشرة منه يعني عشرة منه يعني عشرة من نفس الشهر ردت محلات الاسراء يبقى اللي هترد دي محلات مين الاسراء تفيد بان الاسعار كميال تسعمية جنيه سعر الوحدة للصنف الاول 1600 جنيه سعر الوحدة من الصنف التاني 1200 جنيه سعر الوحدة من الصنف التالت يعني قاله الآلة الحزبة بتسعمية والشاشة العرض الوحدة ب 1600 والتلاجة الوحدة ب 1200 على ان يكون التسليم خلي بالكم شروط التسليم اهي محل البائع والشروط الدفع عند الاستلام يبقى دي شروط التسليم وشروط الدفع وفي 16 منه ارسلت محلات الايمان رسالة تطلب فيها البضائع السابق الاستفسار عنها المطلوب من خلال البيانات السابقة املأ المستندات الاتاية خلي بالكم اولاد وعطاني التمرين وبيجيب لي المستندات بتاعيتها وبيقول لي املأ المستندات دي يعني هو ايه بيجيب لي المستندات فارغ فاضي وبيديني التمرين انا بعمل ايه باخد من التمرين احط في المستندات خلي بالكم بقى ركزوا معايا في 3 حاجات لازم نحدد الاول مين المشتري ومين البائع طب هنحددهم ليه لان في رسائل هنحط المشتري فوق وفي رسائل هنعكس مكان المشتري ونحط مكانها البائع ايوه شايف بنت مركزة معايا قايت لي طبعا يا مستن لان رسالة الاستفسار هيبعتها المشتري ورسالة التسعير هيبعتها البائع ايوه احنا نغير الاماكن في الرسالتين برافو عليك باول حاجة لازم اعرف المشتري والايه والبائع تانية حاجة في رسالة مش هتكتب فيها الاسعار اه رسالة ايه برافو رسالة الاستفسار مش هتكتب فيها الاسعار ليه لاني انا طالب منه اعرف السعر فانا مش هكتب الايه الاسعار يبا رسالة الاستفسار مش هنكتب فيها الاسعار حتى هتلاقوا التمرين مش هحطتلي خنت السعر يبا انا اعرف دي رسالة الاستفسار طب رسالة التسعير والطلب هحط فيها الاسعار ولا مش هحط هحط تالت حاجة مين اللي يوقع الرسالة اللي بتكتب فوق اولاد يعني كتبت فوق المشتري بقى اللي يوقع المشتري كتبت البائع يبقى اللي يوقع مين البائع تعال حلم مع بعضنا بقى واحدة واحدة ايوة اول رسالة اسمها رسالة اكتبها فوق كده رسالة الاستفسار سينته يعني سينته يعني سجلته جاي اروح كاتب رقمه جبته منين رقمه من القطع المدالي خمس تلاف ستمية واتنين طيب التليفون اروح كاتبه من القطع اربعة اربعة ستة تلاتة زيرو تلاتة وحيد اكتب اسم مين في النص يا ولات اسم المشتري ولا الباقي على المشتري ودي بدل طالب الاستفساري بقتلقوا اول اسم هو المشتري اول اسم على طول كانت اسمها اين محلات الايمان ساكنة فين يا محلات الايمان قاتل في خمستاشر شارع الخرية المطارية والمطارية دي في محافظة ايه القاهرة هو بيبقى بنديني وصد بي يعني ايه صد بي يا مستر ايمان يعني صندوق بريد طيب صندوق بريد كام يا مستر قال لي الف ماتين واربعة عشر الفاكس يا ولاد اروح جايبه من القطع وغالبا بيبقى رقم التليفون اربعة واربعين تاتة وستين زيرو تلاتة وحيد ايميل مش مديني ايميل اسيبه فاطئ اجي بقى هنا المحافظة دي ايه يا ولاد القاهرة يبقى اجي هنا اكتب القاهرة فيه واجيب اول تاريخ اللي هو تاريخ لسالة الاستفسار يوم كام خمسة اثنين السيد بقى الشركة التانية كانت شركة الاسراء بس ماكتبش السيد شركة الاسراء اكتب السيد مدير شركة الاسراء طب ليه عشان انا بخاطب المدير او بخاطب مدير المشتريات او مدير المبعاة يبقى انا لازم اكتب كده مش الشركة نفسها اكتب مدير شركة الاسراء خمسة وعشرين شرع النص القاهرة جبتها منين يا مستر ايمان موجودة في القطع اولاد الموضوع على طول اقول له بعد التحية السلام عليكم ازايك يبقى لازم ازايك والسلام عليكم دي اسمها ايه بعد التحية بقى فيه تحية افتتاحية احنا بنسميها التحية الافتتاحية في الرسالة دي هنكتب ايه بعد التحية وفي جملة انا لازم ابعرفها هكتب ايه بقى نرجو الاستفسار يعني ايه نرجو الاستفسار عن يعني بعد اذنك ابعتلي الاسعار ايه وروح كاتب الجدول وكاتب انا عايز اشتري ايه اولاد اكتب عدد الحاجات اللي انا عايز اشتريها ومن القطع بقى. عايز اشتري تلاجة اكتب تلاجة. تلفزيون اكتب تلفزيون. شاشة عرضة اكتب شاشة عرض. طفل فرد عايز اشتري مكاوي اكتب الماكو. عايز اشتري سيارات. اكتب السيارات. عايز اشتري بانطلونات. يبقى باجيب من اين الحاجات دي? كنتبها لي هو في القطع. تعالوا مع بعضنا نعمل الجدول بعد. الكمية كام? والصنف كام? قال الكمية عايز يشتري تلاتة آلة حزبة اربع عمليات وعايز يشتري اتنين شاشة عرض واحد وعشرين توشيبة وعايز يشتري اتنين تلاجة اتنشر قدم. جبتهم منين يا مستر ايمان موجودة في القطع? واكتب له ايه بقى في الاخر? في انتظار الرد يعني بعد اذنك رد عليا. مش هبقى لك الرسالة ما تردش علي. مين اللي يوقع بقى? برافو عليكم. اللي كتب فوق هو اللي يوقع. يعني انا كاتب محلات الايمان اللي هي المشتري بقى اللي يوقع المشتري. لو كتبت فوق البائع يبقى اللي يوقع البائع. يبقى دي اول رسالة اسمها رسلت لايه? الاستفسار. كتبت فيها اسعار ولا ما كتبتش. خلي بالكم. خدوا بالكم معايا هوا. انا كتب فيها التمن. كتب التلاجة بكزا ولا الغسالة بكزا ولا شاشة العرض بكزا? ولا الالة الحزمة بكزا? لا. طب لما ما كتبتاش لي عشان دي رسالة الاستفسار. طب ما هو كاتبها في التمرين يا مستر ايمن. كاتبها عشان الرسالة التانية يا ولاد. يبقى انا ما بكتبش الاسعار في رسالة الاستفسار. عشان دي رسالة الاستفسار. فانا مش ابعت اقوله بقى ابعتلي سعر التلاجة لسعرها كزا. لا طبعا. يبقى الاسعار ما بتكتبش في رسالة الاستفسار. الرسالة التانية عشان كده مدهلي في التمرين. عشان لما اجي اعمل للرسالة التانية اكتب الاسعر. طيب. الحاجة التانية بقى. انا هبعت الرسالة التانية. ايه هي الرسالة التانية? رسالة التسئير. هنغير مين مكان مين? ايوة. المشتري مكان البائع. يبقى نحط فوق البائع تحت نحط المشتري. بس نغير البيانات كلها. بش هنغير بس البائع والمشتري. ونغير العنوان بتاعه. وسندوق البريد والسجيل التجاري. تعالوا مع بعضنا. الرسالة تانية رسلت لايه التسعير? يبقى رسلت التسعير. هنعملها مع بعضين اهو. اسم الشركة اسمها شركة الاسراء. خمستاشر شارع النصر. يبقى انا غيرت. كانت الاول مكتوبة مين يا مستر ايمن? كانت مكتوبة محلات الايمان. دلوقتي مكتوبة ايه? شركة مين? شركة الاسراء. طب غيرت ليه يا مستر ايمن? عشان دي مين? برافو عليكم دي الباقع. خمستاشر شارع الاسراء خمستاشر شارع النصر. وجبت بقى سين تيب تحها هي. ستاشر الف سبعمائة ستة وتمانين. والتليفون اتنين ستة ستة عشرة مية ستة وتسعين. وسندوق البريد تسعة خمسة خمسة والفاكس. جبت البيانات دي منين مكتوبة جنب شركة الاسراء في القطع. التاريخ بقى هو نفس التاريخ ولا تاريخ تاني? لا طبعا تاريخ تاني. التاريخ يوم عشرة لانه هيرد عليه رد عليه بعد خمسة ايام. وقال له السيد ما كتبتش محلات الايمان على طول. برافو عليكم. كتبت مدير. كمسة وعشرين شارع الحرية المطارية قام. وقل له بعد التحية. المرة اللي فاتت كتبنا ايبقى ارجو الاستفسار. المرة دي يقول له ايبقى يا سرنا تسعير. يبقى احنا مبسوطين ان احنا نسعى عليك بقى. ونكتب بقى تلاتة آلة حزبة كهربائية. اربع عمليات. كتبت السعر ولا ما كتبتوش. كتبت تسعمية جنيه اهو. اتنين شاشة عرض واحد وعشرين بالف وستمية جنيه. اتنين تلاجة اتنشر ادم بالف ومتين جنيه الوحدة. طب ليه كتبت الاسعار يا مستر ايمن عشان دي رسالت الايه? التسعير. طيب في رسالت التسعير بكتب الشروط ولا ما بكتبش? اه بكتب. شروط الدفع. عند الاستلام وشروط التسليم محل البائع. جبتوهم برضو منين شروط الدفع وشروط التسليم. مكتوبين في القطعة في التمرين. واقول له في انتظار ردكم. خلي بالكم بقى. مين اللي هيوقع? المشتري ولا البائع? ايوا اللي باعت الرسالة. مين اللي باعت الرسالة? شركة الاسراء اللي هي البائع. يبقى توقع شركة الايه? الاسراء. يبقى انا عملت كامة رسالة مع بعضنا ياولاد دلوقتي عملت رسالتين. قبل ما اخش على التالت. رسالة الاستفسار. طب هسألكم سؤال. واتجاوبوا على صفحة البرنامج. اكتبوا لي اجابة على صفحة البرنامج او على الحلقة في التعليقات. واكتبوا لي اسم اسموكو واسم المدرسة. رسالة الاستفسار اللي بيبعتها البائع ولا المشتري. الاستفسار اللي بيبعتها البائع ولا المشتري. وبكتب فيها الاسعار والشروط ولا ما بكتبش. يبقى السؤال بتاع الحلقة اللي انتوا هتجاوبوا عليه. وهقولوا كمان في اخر الحلقة. رسالة الاستفسار بيبعتها مين? لمين? وبتتكتب فيها الاسعار ولا ما بتتكتبش? طيب. يبقى احنا عملنا رسالة اسمها رسالة الاستفسار? وعملنا رسالة اسمها رسالة التسعير? تعالوا نعمل رسالة الطلب بقى. رسالة الطلب. المشتري لو عجبت والاسعار. وقلق السعر كده مناسب وهيقدر يشتغل بالسلعة دي ويقدر يتاجر فيها ويكسب. هيقوله انا مبسوط من الاسعار دي لو سمحت ابعت لي البضاعة. كلمة ابعت للبضاعة دي. هيبعت له رسالة اسمها رسالة الايه? الطلب. يبقى رسالة الطلب هيبعتها مين لمين? المشتري للبيع. ردا على رسالة ايه? التسعير. برافو عليكم. هيكتب فيها ايه بقى? هيكتب فيها اسمه وعنوانه والاسعار والبضاعة. ويكتب فيها الشروط عشان دي ملزمة ليه وللباعة. شروط الدفع وشروط التسليم. ويقوله في انتظار ارسال البضاعة. ويوقع عليها. طب ليه يا مستر ايمن بنتعامل بالرسائل? ما احنا دلوقتي بقى هنا عصر كويس? ما نبعد بالتليفون ونجيب كل حاجة. عشان لو حصل اي خلاف يا ولاد. بعت له سلعة زيادة سلعة اقل. بقال له الاسعار. يبقى فيه مستند معي يقول له لأ. انت كنت بعتلي بتقول لي التلاجة بكزا والغسلة بكزا والتلفزيون بكزا. يبقى الرسائل دي مستند لو حصل اي نزاع بين الباقي والمشتري يقدر يزمد بيه الحق بتاعه. برافو عليكم. يبقى انا عملت رسالة الاستفسار. ورسالة التسعير. تعالوا مع بعضين هنعمل رسالة الطلب بقى. معايي اهي. هنكتب مين اسم مين فوق. ايوا برافو عليكم الاسم مين المشتري. بنكتب محلات الايمان ما بكتبش المدير. المدير لما ببعت له. لكن في فوق بكتب محلات الايمان. خمستاشر شارع الحرية المطارية القاهرة. سينته والتليفون والصندوق والبريد والفاكس جبتهم من القطع. القاهرة طب ليه كتبت القاهرة عشان البلد بتاعته القاهرة? طب لو البلد دي برسعيد اكتب برسعيد. لو البلد دي سكندرية بقى اكتب هنا اسكندرية فيه. يعني بلد المشتري هي اللي بتبعت الرسالة بقى بقوله البلد فيه. التاريخ بقى اول تاريخ كان يوم خمسة. بعد كده كان يوم عشرة. التاريخ التاني ستاشر. طب انا بجيب منين التواريخ مكتوبة في التمرين يا وليه? ستاشر اتنين الفين وتسعة عشر. اكتب بقى السيد. السيد مين? مدير شركة الاسراء. خمسة وعشرين شارع النصر القاهرة. كتبته مدير اوه. بعد التحية. نرجو ارسال. خلي بالكم الجملة دي تغيرت في التلات رسال. واحدة كنت بقوله ايه? نستفسر عنه. وبعد كده يا سرنا تسعير. والتالتة اقوله ايه? ارجو ارسال. يبقى الجملة اللي قبل الجدول اللي بعد التحية بتتغير في التلات رسال. اول مرة اقوله ايه? ارجو ارسال اسعار البضائع. نستفسر. استفسر عنه. التانية يا سرنا تسعير. التالتة ارجو ارسال. يبقى الجملة دي توضح لي دي رسالة ايه? هسألكم وتردوا عليه قبل ما كمل اللي الرسالة. لو كتب له يا سرنا تسعير. يبقى دي رسالة ايه فوق? برافو التسعير. ارجو ارسال البضائع القاتية. ارسال بقى البضائع دي بقى رسالة طلب برافو. شايف بنت شطرة بتقول معايا خالص. برافو عليك. طيب. لو كتب نرجو ارسال اسعار البضائع القاتية او يسرنا الاستفسار عنه. ايوا دي رسالة ايه? الاستفسار برافو ولد كمان رد عليها وشاطر برافو عليك. يلا نرجع بقى للا ايه? للشاشة بتاعتنا عشان نعرف هنعمل ايه بقى في الرسالة? نقول ايه بقى? نكتب بقى نرجو ارسال. نكتب. عايز ايه يا ولاد? تلاتة الى حزبة كهربائية اربعة عمليات واكتب السعر تسعمائة جنيه. ليه بقى? عسان يبعت لي الا غيرها وبسعر تاني. واتنين شاشة عرض واحد وعشرين السعر كان الف وستمائة جنيه برافو عليكم. واتنين تلاجة الاسكا اتناشر ادم بكان ب الف ومئتين جنيه. واقول له ايه بقى? شروط الدفع انا هدفع لما استلم البضاعة عند الاستلام. عشان ما تتغيرش اي حاجة في الشروط. والشروط التسليم محل الباقي. يعني انا هستلمها عندك في المحل. في انتظار البضاعة. خلي بالكم اش اقول له في انتظار الرد بقى? رد ايه? انا اقول له انا في انتظار الايه البضاعة? مين اللي يوقع اللي اتكتب فوق? اتكتبت فوق محلات الايمان. يبقى فوق نكتب ايه? محلات الايمان. تعالوا نحل تمرين معايا معلش? التمرين هنشوفه مع بعضين على الشاشة. اي نعم هيبقى خطو صغير شوية. بس انا عارف انتوا هتركزوا معايا. التمرين ده موجود عندنا في كتاب السكرتاريا كمان ياولاد. يلا اولاد مع بعضينا نجيب تمرين تاني ونحله مع بعضينا. فبيقول لي ايه? بيقول لي. القاهرة يوم اتنين واحد الفين وستاشر. ارسلت محلات محي الدين زدان. شارع المحطة حلوان. القاهرة. يبقى حلوان دي في القاهرة. ومديني التليفون بتاعها والسنته. وصد به والفاكس. لو الخط مش واضح او ياولاد معايا انتوا صوروها معايا على الشاشة او طلعوها من الكتاب ونبتدي نحلها مع بعضين. عايز اشتري ايه? عشرين غسالة فول اوتوماتيك. وتلاتين تلاجة اربعتشر ادم. وعايز يستفسر عن شروط الدفع والتسليم. يبقى ده هنعمل بينه ورسالة الايه الاستفسار? يبقى ده كانت تاريخ يوم كام يا مستر ايمن يوم اتنين واحد. طيب. تاريخ تاتة وعشرين واحد الفين وستاشر. ارسالة شركة التشيبة العربي التسعير الايدي. قاتلوا الغسالة الوحدة بالفين ومتين. والتلاجة سعر الوحدة الف وسبعمائة. والتسليم هيكون محل البائع والدفع نقدم. خلي بالكم التسليم محل البائع اهي. ازللها لكم كده عشان تبقوا معارفينها. طب ليه مستر ايمن? عشان دي هنجتمها في الرسالة التانية. يبقى مع بعضين اهي. التسليم هيكون محل البائع والدفع ايه? نقدم. يبقى التسليم محل البائع والدفع نقدم. ماشي. وفي ستة وعشرين واحد الفين وستاشر ارسالة محلات محي الدين زيدان. رسالة تطلب فيها ارسال كمية البضاعة السبقة الاستفسارة عنها. والشروط بيعيها وارسال البائع للمشترى البضايع. ومديني المصاريف لفه وحزمه ونقله ومشاله وإكراميات. وبيقول لي كمل البيانات السابقة. تعالوا مع بعضينا نحل بقى اولاد. ايوة هنعمل رسالة اسمها رسالة الايه الاستفسار. ايه. طب مش عرفنا ان دي رسالة الاستفسار يا مستر ايمن. علشان مع بعضينا كده على الشاشة. اول رسالة اسمها رسالة ايه يا مستر? اسمها رسالة الاستفسار. يبقى نكتب في النص كده رسالة الاستفسار. طب يا مستر ايمن عرفت منين ان دي رسالة استفسار. مكتوب كده ارجل استفسار. يبقى دي رسالة الايه الاستفسار. طيب. مين اللي بيبعت رسالة الاستفسار? البائع ولا المشتري? برافو المشتري. اروح كاتب بقى من التمرين. اسم المشتري. الاقي مين المشتري اهي. محلات موحي الدين زدان. اروح كاتب كده. في النص كده اولاد. مع بعضينا كده ايوة برافو عليكم. محلات استاذ موحي الدين زدان. ساكن فين من التمرين اكتب شارع المحطة. حلوان. وحلوان دي موجودة في محافظة ايه? القاهرة. عشان لما اجي ابعت في التاريخ اكتب القاهرة فيه. يبقى لو كتبت هنا اسكندرية بقى هنا اكتب اسكندرية. لو كتبت هنا طنطة يبقى اكتب طنطة. لو كتبت اسوان يبقى هنا اسوان. حلو. سينته من القطعة اكتب سبعة. سبعة. ستة. جبتها منين يا مستر ايمان موجودة اهي في القطعة ايها ولاد احط لكم خط تحت ايها. سبعة. ستة. برافو. التليفون انقله من القطعة اتنين اربعة اربعة زيرو تلاتة تلاتة واحد. صندوق بريد اروح جايبه من القطعة واحد تلاتة واحد واحد واحد. الفاكس اغلبين ببقى رقم التليفون اتنين اربعة اربعة زيرو تلاتة تلاتة واحد. الايميل هو كتب لي محي حلوان. طيب. انا عايز اجيب التاريخ اهو التاريخ اهو يا ولاد. اول تاريخ. يوم اتنين ايه واحد. اروح كاتب كده. اتنين واحد الفين وتستاشر وتسعتاشر وعشرين زي ما يدي. السيد بقى هو بعت لشركة مين اهو. هكتب لك اهو. بعت لشركة مين اغطيها كده. بعت لشركة مين. برافو الناس اللي شايفها معي كويس. شركة توشيبة. يبقى السيد لازم اكتب كلمة مدير. مدير. شركة توشيبة. حلو. عنوانها فين بقى? القاهرة. ونقول له بعد التحية. ارجو الاستفسار عنه. اكتب ايه يا مستر ايمان بقى? اكتب الكمية والصنف. اكتب السعر ولا ما اكتبوش? لا مش اكتبو. ليه? عشان دي رسالة الايه الاستفسار? طب عايز اشتري ايه بقى اولاد? عايز اشتري عشرين غسالة فول اوتوماتيك. جبتها منين يا مستر ايمان اهي? عشرين غسالة فول اوتوماتيك اهي. وعايز اشتري ايه تاني? تلاتين تلاجة. واكتب تلاتين تلاجة اربعتاشر ادم. عايز اشتري حاجة تلتة مفيش. ولازم اكتب له كده. فيه انتظار الرد. مين اللي يوقع بقى المشتري? مين المشتري اللي هي محلات موحي الدين زيدان? يبقى عن شركة موحي الدين زيدان. ده التوقيع بتاع حاولت. يبقى دي اول رسالة انا عملتها اسمها رسالة الايه? الاستفسار. تعالوا بقى نعمل رسالة تانية اسمها رسالة التسعير. هل رسالة التسعير هي هي رسالة الاستفسار? لا طبعا. هنغير فيها تلت حاجات. اول حاجة. المشتري هينزل تحت والباقع هو اللي هيبقى فوق. مش معنى? عشان الباقع اللي هيبعت الرسالة. يبقى الباقع هيتكتب فوق والمشتري هينزل تحت. يبقى غيرت الاماكن. بكل بياناته. بسين تبسط ببعا بالتليفون بكل. وايه تانية مستر ايمن? وهكتب فيها شروط الدفع وشروط التسليم. واكتب فيها تلت حاجة الاسعار. يبقى فيه تلت حاجات هيختلفوا. ما بين رسالة الاستفسار ورسالة التسعير. هقولهم تاني. رسالة التسعير هيبعتها مين لمين? ايوة الباقع. يبقى نجيب باقع فوق بكل بيناته. والمشتري ينزل تحت. تاني حاجة. احط فيها اسعار ولا ما احطش فيها اسعار? هحط فيها اسعار. هيحط فيها الشروط الدفع وشروط التسليم? هحط فيها الشروط الدفع وشروط التسليم. تعالوا نعملها مع بعضنا كده اولاد? يلا اولاد. يبقى الرسالة التانية اسمها رسالة ايه التسعير طب يا مستر ايمن اشعرفني ان دي رسالة التسعير هيكتب لي كده يا سرنا تسعير يبقى الرسالة تانية اسمها رسالة التسعير هنكتب محلات موح احنا المرة اللي فاتت كتبنا محلات موح يدين زيدان فوق وكتبنا محلات شركة توشيبة تحت ايوه برافو هنعكس هنكتب من فوق شركة توشيبة يبقى نكتب هنا شركة توشيبة شركة توشيبة دي في محافظة ايه مستر ايمن في القاهرة يبقى هنا لما نيجي نكتب نكتب القاهرة فيه هل البيانات هي هي ولا تتغير طبعا تتغير هنكتب بتاعت شركة توشيبة بقى ولاد اللي هي ايه بقى السينته بتاعها سبعة سبعة تمانية التليفون اتنين خمسة خمسة واحد زيرو زيرو واحد صندوق بريد ستة ستة واحد الفاكس هو نفس رقم التليفون اتنين خمسة خمسة زيرو واحد زيرو واحد الايميل توشيبة القاهرة السيد هنكتب شركة توشيبة تاني ولا نغير برافو هنغير يبقى مدير شركة موحي الدين زيدين حلوان وحلوان دي فين في القاهرة بعد التحية الجملة بقى اللي احنا غيرناها يا سرنا تسعير هنكتب بقى الكمية بقى اولاد احنا عايزين عشرين غسالة فول اوتوماتيك ونكتب السعر ولما نكتبوش نكتبو السعر كان الفين ومتين يبقى كتبنا السعر عشان دي رسالة ايه التسعير حتى هو عامل لي خنس ما خنت السعر طيب وهنعمل تلاتين تلاجة اربعتاشر ادم سعر الوحدة كام يا مستر ايمن الف سبعمائة وخمسين برافو مفيش صنف تالت خلاص شروط الدفع فاكرين شروط الدفع ايوة برافو نقضا جبناها من القطع وشروط التسليم محل الباية مين اللي هيوقع يا مستر ايمن شركة توشيبة ولا شركة موحد دين زدان ايوة ممتازة بنت مركزة معي قاتلي اللي بتكتب فوق اللي بيوقع يبقى عن شركة مين يا ولاد توشيبة هي اللي توقع برافو يبقى احنا عملنا كاميرا رسالة لحد الوقتي ايوة عملنا رسالتين رسالة الاستفسار ما كتبناش فيها الاسعار ولا شروط الدفع والتسليم اللي بعتها المشتري وعملنا رسالة تانية اسمها رسالة التسعير غيرنا حطينا الباية فوق وحطينا المشتري تحت وحطينا السعر اللي كان الفين ومتين والف سبعمية وخمسين وحطينا شروط الدفع كانت نقضا والشروط التسليم محل ايه الباية واللي وقع الشركة اللي فوق اللي هي شركة الايه الباية تعالوا نعمل المستند التالت معايا في حلقتين النهار يلا يا ولد الرسالة التالتة سمع رسالة ايه يا مستر ايمن رسالة الطلب البضاء ايوة اللي يبعثها المشتل فاكرين احنا محلات مين ايوة محلات محي يبقى محلات محي الدين زدان شارع المحطة حلوان القاهرة ونكتب القاهرة في المحافظة اللي هنا بتتكتب بعت البضاء يوم كام ستة وعشرين واحد الفين وستاشر التواريخ بتتغير طبعا كل رسالة بتاريخ مختلف عن التاني اولاد سنتيه بقى نجيبهم من القطع كانوا سبعة سبعة ست التليفون 2440331 سندوق بريد 13111 الفاكس 2440331 اميل محيح الوين السيد هنبعثها المحلات هنبعتها لشركة توشيبا شركة توشيبا بس نكتب مدير شركة توشيبا موجودة فين في القاهرة بعد التحية ونكتب نرجو الاستفسار ولا نرجو التسعير ولا نرجو ارسال برافو عليكم هنكتب ايه بقى نرجو ارسال ايوة ايوة برافو لكني في رسالة الاستفسار كنا بنكتب ايه نستفسر عنه والتسعير يسعدنا تسعير دي نرجو ارسال هنجيب من القطعة بقى يا مستر ايما هنجيب ايه بقى دي رسالة الطلب هنجيب الكميات والاصناف والاسعار والشروط الدفع وشروط تسعير بقى رسالة الطلب دي بقى لما يجيلي في الامتحان يقول لي دي تشمل ايه اقول له تشمل كل حاجة تشمل اسم المشتري واسم البائع والعناوين بتاعتهم وتشمل الكميات والاصناف والاسعار طب بيتكتب فيها شروط الدفع وشروط التسعيم ولا ما بتكتبش بيتكتب بيتكتب فيها شروط الدفع وشروط الايه التسعيم تعالوا بقى نعمل اخر رسالة قبل ما نخش على حاجة جديدة ان شاء الله اول حاجة نكتب بقى الكمية كان عايزي اشتري ايه يا مستر ايما نكتب الكمية هنا عشرين نوحة ايه غسالة ايوة فول اوتوماتيك نكتب السعر بتاعها ايوة برافو عليكم كان الفين ومتين ميش ونكتب تلاتين تلاجة اربعتاشر ادم سعرها كان الف سبعمية وخمسين ما كانش جايبش صنف تابت شروط الدفع ايه فاكرين شروط الدفع برافو عليكم كان الدفع نقدا انا بشكركم ان انتو منتبهين معايا وبتردوا ورايا التسليم ايوة محل البايع جبناهم منين يا مستر ايما موجودين في القطعة وكتبتهم في رسالة التسعيم في انتظار البضاعة ايوة بقوله في انتظار البضاعة يعني انتظار البضاعة يعني مش اقوله ارجو الرد لا انا اقوله بعطل البضاعة قدين ازلالها لكوا كده عشان تفهموها يبقى انا هنعملها نقوله في انتظار الايه البضاعة مين اللي يوقع يا مستر ايما محلات محي الدين زيدان ولا محلات توشيبه العربي ايوة محلات محي الدين زيدان كده انا اولاد خلصت تلات رسائل رسالة اسمها رسالة الاستفسار وخدت رسالة اسمها رسالة التسعير وخدت رسالة اسمها رسالة طلب الايه البضاعة طيب ايه رأيكم اعمل تمرين لحقنا نحله كله نحله ما لحقناش اتدربوا عليه وابعتوه طيب ناخد تمرين تاني معيه يلا يقول لي ايه أرسلت شركة السماح سندر 25 شارع الاربعين بالقاهرة يبقى في شركة اسمها شركة السماح سندر 25 شارع الاربعين بالقاهرة ومديني التليفون بتاعها والفاكس والسجل التجاري الى شركة انتر ناشولن للتجارة 30 شارع الشيخ جمال مصهر في النعام في القاهرة يبقى في شركة في شارع الاربعين في القاهرة وشركة تاني في مدينة النعام في حتة اسمها النعام في القاهرة الشركة الاولى اسمها شركة السامح سنتر والشركة التانية اسمها شركة انترنشنل للتجار طب انا مستر هتلغبط من المشتري والبايع تعالوا معايا بقى كنا نقرأ اللي بعدية رسالة تستفسر فيها عن الاسعار يبقى الشركة الاولى تكتبت وشركة تانية وكتب رسالة تستفسر فيها عن البضاعة يبقى مين يبقى الشركة الاولى دي اللي بعتت رسالة تستفسر يبقى دي المشتري طب افرد غير الكلام وقال الشركة الاولى طلبت البضاعة يبقى برضو المشتري طب افرد قال لي بقى الشركة دي سعارت البضاعة ايوة يبقى دي البائعة يبقى لو كتب لي الرسالة الشركة دي تستفسر عن البضاعة يبقى دي رسالة الاستفسار يلا نرجع نبقى من بعضين رسالة تستفسر فيها عن الاسعار وشروط الدفع والتسليم للبضاعة القتية عايز اشتري ايه بقى تلاتة آلة طبعة موديل 2016 واثنين غسالة في الاتوماتيك وفي خمستاشر مارس من نفس العام ارسلت شركة انترناشنل القاتي على ان يكون التسليم خلي بقى لكم بقى تسليم محل البائع والدفع عندها الطلب سعر الوحدة من الصنف الاول 3500 وسعر الوحدة من الصنف التاني 3200 وفي عشرين مارس من نفس العام ارسلت شركة السماح رسالة تطلب البضاعة المسكورة بعليها يعني ايه عايز رسالة بكل الحاجة اللي فوقيه من خلال البيانات السابقة املى المستندة تلقتها اول رسالة هيطلبها مني رسالتي اولاد الاستفسار من اللي يبعثها المشتري انا نحل مع بعضينا شركة السماح سنتر 25 شارع الاربعين بالقاهرة واكتب التليفون والسجل التجاري وسندوق بريد والفاكس والايميل واكتب التاريخ بقى هي المحافظة هنا القاهرة يبقى اكتب القاهرة فيه 132019 السيد اكتب الشركة على طول ولا اكتب المدير ايو برافو عليكم لازم اكتب المدير مدير شركة انترناشنال للتجارة 30 شارع الشيخ جمال مسهر النعام القاهرة بعد التحية نرجو الاستفسار عن بقى تلاتة قالت طباعة موديل 2016 اتنين غسالة فول اوتوماتيك كتبت الاسعار ولا ما كتبتش ما كتبتش كتبت شروط الدفع ولا ما كتبتاش ما كتبتهمش بقى لا في رسالة الاستفسار ما بكتبش الاسعار ولا شروط الدفع ولا التسليم في انتظار الرد من اللي يوقع ياولاد شركة مين السماح سنتر اللي هي مكتوبة فوق تعالوا نعمل الرسالة التانية الرسالة التانية هتبقى ردا على رسالة الاستفسار الرسالة التانية هتبقى رسالة ايه ايوة التسعير هنكتب المشتري فوق ولا الباقع ايوة نسمع بنت قاعدة اهي ورا خالص ومركزة معايا هتقول لي يا مستر ايمن خلاص احنا فهمنا رسالة التسعير هيبعتها الباقع للمشتري وهنكتب فيها الاسعار وهنكتب فيها شروط الدفع وشروط التسليم برافو عليك يبقى رسالة التسعير من اللي بيبعتها الباقع تتكتب فيها ايه الاسعار وشروط الدفع والتسليم برافو عليك ويلا ياولاد كتبنا هون شركة انتن نشر للتجارة تلاتين شارع الشيخ جمال مصهر النعم الكاهرة ومديني الصندوق البريد والفاكس والايميل والسنته والتليفون والقاهرة فيه خمستاشر تلاتة الفون ساعتاشر بنغير التاريخ ولا بنغيروش بنغيرو بعد التحية شوفوا بقى الجملة تغيرت ايه يا سرنا تسعير ونكتب الكمية تلاتة اقالة طبعة موديلة الفين وستاشر تلاتة الف وخمسمائي اتنين غسالة فول اوتوماتيك بتلاتة الف ومتين شروط الدفع عند الطلب وشروط التسليم محل البائع يبقى كتبنا شروط الدفع وهو شروط التسليم شروط الدفع عند الطلب وشروط التسليم محل الايه البائع ونكتب له ايه بقى في انتظار الايه الرد مين اللي يوقع يا مستر ايمن الشركة اللي فوق شركة ايه شركة انترناشنال للتجارة وهي اللي توقع يبقى اللي بيكتب فوق هو اللي بيوقع على طول اولاد تعالي نعمل الرسالة التالتة والاخيرة اسمها رسالة ايه بقى اسمها رسالة طلب البضاعة طب يا مستر ايمن هو ضروري التلاتة ييجوا في الامتحان الشرط يا ولادي التلاتة ممكن يجيب لي رسالتين ويجيب لي كمان معهم الفاتورة اللي هناخدها ان شاء الله في الحلقة الجاية ممكن ناخد فكرة عنها النهاردة والحلقة الجاية ناخد تفاصيل الفاتور طيب رسالة الطلب بعتها المشتري للباق مين بقى المشتري ايوة شركة السماح سنتر 25 شرع الاربعين بالقهام ومديني الصندوق البريد والفاكس والتليفون والسجل التجال وبعد كده اكتب القاهرة في 20 تاة 2019 السيد مدير شركة انترناشنال التجارة 30 الشيخ جميع المساهر النعم القاهرة بعد التحية نرجو ارسال نكتب بقى 3 آلة طبعة موديل كزا سعرها كزا 2 غسالة في الاتوماتيك ونكتب ايه بقى الاسعار ولا ما نكتبش الاسعار نكتب الايه الاسعار والشروط الدفع والشروط الايه التسليم ومين اللي وقع يا مستر ايمن اللي وقع يا مستر ايمن اللي هو مين المشتري يبا احنا خدنا مع بعضين يا مستر ايمن كم حاجة لحد دلوقتي ايوة خدنا في الحلقة دي لحد دلوقتي 3 حاجات خدنا رسالة قلنا ايه بقى في واحد اسمه مشتري واحد اسمه البائع المشتري هيبعت للبائع رسالة اسمها رسالة الاستفسار برافو هيرد هيرد عليه البائع للمشتري برسالة التسير هيرد المشتري برسالة اسمها رسالة طلب طلب البضاع هيرد عليه الباقع بالبضاعة يبعتها له ويبعت له كمان الفاتورة طيب نعرف بس الفاتورة بس في الحلقة دي اولاد نعرفها بس والحلقة الجاية ان شاء الله ناخد تفاصيل عنها يعني فاتورة بقى مع بعضنا كده الفاتورة تعرفها هي كشف يرسله الباقع الى المشتري يبقى كشف يرسله الباقع الى المشتري مبينا به بالتفصيل اصناف البضاعة المباعة وكميتها واسعارها بالاضافة الى المصاريف التي يقوم البيع بصرفها نيابة عن مين عن المشتري تعالوا مع بعضنا كده معايا نعرف الفاتورة تاني يبقى تعريف الفاتورة تاني مع بعضنا يا مستر ايمن كده شحن مش هناخد التعريف بتاع الفاتورة بس يا اولاد يبقى تعريف الفاتورة اهو تاني يا مستر ايمن ادي تعريف الفاتورة يا اولاد هو الكشف يرسله البايع للمشتري بكشف بيرسله البايع للمشتري يبين فيه بالتفصيل أصناف البضاعة المباعة وكميتها وأسعارها بالإضافة إلى المصاريف التي يقوم البايع بصرفها نيابة عن المشتري يبقى احنا الحلقة دي بس عرفنا تعريف الفاتورة بس يا ولد يبقى خدنا تعريف الفاتورة بيبعثها البايع للمشتري فيها الأصناف وفيها الكميات وفيها المصاريف اللي صرفها بالنيابة عن المشتري عشان يضيفها علي يبقى احنا في الحلقة دي خدنا ثلاث رسائل رسالة الاستفسار ورسالة التسعير ورسالة الطلب وتعلمنا خدنا ثلاث تمرين على المواضيع دوت عايزك تحلوا عليها كتير وخدنا كمان تعريف الفاتورة ما عملناش الفاتورة خلص لان الفاتورة دي هتاخد معنا حلقة وحلقتين عشان نتعلمها وازاي نحسب كل صنف للبضاعة والاسعار ازاي ونجمعها ولو كان في خصم او مفيش خصم هناخد حلقتين فيها على الفاتورة دي ان شاء الله تابعونا اول باول هتلاقوا كل حلقة فيها حاجات مفيدة ليكم كويس ان انت وانت قاعد في البيت بتذاكر طيب يبقى خدنا في المنهج لحد دلوقتي ايه يا اولاد خدنا تعريف السكرتاريا يعني الجهاز المعاون لكل الافراد تعريف السكرتاري الخاص هو كل من يساعد الرئيس في انجاز اعماله وخدنا انواع السكرتاريا سكرتاريا عامة وخاصة ومتخصصة وخدنا شروط الدفع وشروط التسليم وخدنا انواع الخصم ايوة برافو عليكي انت قاعد مركزها معايا كان عندي نوع من الخصم اسمه خصم تجاري وخصم اسمه خصم نقدي وفي خصم تلت اسمه خصم السماح في المحاسبة خدناه ايوة وخدنا تلت رسائل وخدنا تعريف الايه الفاتورة يبقى وفي مشترى وفي باقى في سؤال بقى هسأله لكم ومش عايز اجابته عايز اجابته على صفحة البرنامج لما تجاوبوا تكتبوا ايه تكتبوا اسمكم واسم المدرسة بتاعتكم محافظة ايه السؤال بيقول مين اللي بيبعت رسالة التسعير مين اللي بيبعت رسالة التسعير وبتتكتب فيها الاسعار والشروط ولا لا يبقى سؤال الحلقة مين اللي بيكتب رسالة التسعير وبتتكتب فيها شروط الدفع والشروط التسليم ولا لا انا بشكركم على انتباهكم وبشكركم على تركزكم طول الحلقة كما بشكر قطاع التعليم الفن اللي موفر لنا قناة جميلة نتعلم ونبقى قاعدين في البيت وندرس واحنا قاعدين في البيت بشكر قطاع التلفزيون لموفر قناة ومخرجين ومعدين بالجمال وبالحلوة دي عشان يطلعونا الحلقة شكلها حلو تساعدنا ان احنا نزاكر بشكركم كلكم وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمة باذن الله الى اللقاء وكل عام وانتم بخير